احتج عدد من تجار المركبات في منطقة حراج طبربور على قرار ترحيلهم وإخلاء المنطقة بشكل كامل واصفين القرار بالمجحف وذلك خلال اعتصام نفذوه أمام مبنى أمانة عمان الكبرى نتابع التفاصيل نفذ العشرات من تجار المركبات وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام مبنى أمانة عمان اعتراضا على قرار إخلاء مواقعهم وترحيلهم وإغلاق الحراج بشكل كامل مؤكدين على أنه قرار مجحف بحق أكثر من 3000 أسرة على حد قولهم المعتصمون طالبوا الأمانة بإعادة التيار الكهربائي بعد فصله منذ الأربعاء الماضي إضافة إلى توفير البديل المناسب لموقع الحراج مناشدين الجهات المسؤولة بالتدخل لوقف تنفيذ القرار احنا مجتمعين وانا في أمانة عمان مع تصمين اعتصام سلمي حتى نوصل رسالة للمسؤولين بإنصافنا مع أمانة عمان أمانة عمان استقبلونا مشكورين وقعونا على التعهدات احنا كلفتنا المعارضة تبعتنا مبالغ كبيرة احنا اتعهدنا بأنه نخري موقعنا من الحراج في حال وجود بديل مناسب داخل حدود أمانة عمان اليوم اتوجهنا لعطوفة محافظة العاصمة بكتاب من معالي أمان عمان وكتبنا تعهدات احنا اللجنة بالإزالة في حالة إيجاد البديل يعني محافظة العاصمة وقعنا على تعهد في حالة إيجاد البديل احنا نطلع المحتجون أكدوا لرؤيا أن هذه القرارات المجحفة بحق التجار ستلحق بهم خسائر كبيرة إذ أن الموقع متواجد منذ عام 1988 ولم يطرأ عليه أي تغيير مشيرين إلى أنه لا يوجد أي رفض من كبل التجار إذا تم توفير الموقع المناسب لإنشاء الحراج الجديد المعتصمون أكدوا على استمرار اعتصامهم السلمي أمام مبنى أمانة عمان إلى حين إعادة التيار الكهربائي وتوفير البديل المناسب وتنفيذ مطالبهم أسام العدوان رؤية